اشتركوا في القناة كيفية استخدام نظام ادارة معلومات الطلبة المصمم من قبل مركز الكفيل لتقنية المعلومات من اجل المساعدة في ادارة صفحتك الشخصية وكيفية الوصول اليها كيفية اجراء امتحاناتك كيفية استلام المحاضرات من خلال هذه الصفحة الخاصة بك كلنا ان الامور ان شاء الله رح نتعلمها بهذا الفيديو والفيديوهات القادمة بابنه تعالى بداية هاي هي الصفحة الرئيسية مال النظام مالتنا هذه الصفحة الرئيسية قبل لا ادخل الى الواجهة اخلي يكون ببالك احنا دائما ننصح باستخدام متصفح جوجل كروم مع النظام اللي سوينا بسبب انه النظام متوافق مع هذا المتصفح يعني هو ممكن انه يعمل مع باقي المتصفحات بس يكون اكثر سرعة اكثر توافقية مع هذا النظام طبعا خلي يكون ببالك اذا ما عندك هذا المتصفح تستطيع انه تحمله منه بس تضغطه هنا رح تلقى احنا مخلي لك نسخة على السيلور من الممكن انه تنزلها وتنصبها حتى تقدر تشتغل بها هذا بالنسبة للمتصفح جوجل كروم بقى عندي هذي واجهة تسجيل الدخول طبعا ادخل اسم المستخدم وهنا كلمة المرور هذي اسم المستخدم وكلمة المرور اثنينة رح يجهزك بيهن مسؤول الدعم الفني الموجود بقسمك او كليتك فتوصلك جاهزة وهذي طبعا ممكن نتغيرها كلمة المرور وحنا ننصح بتغيرها بعد انه تستخدمها بعد انه ما تستلمها عفوا شون تغيرها سرح نعلمكم ايضا شون نغير هذي كلمة المرور حتى تبقى الصفحة الشخصية ماتي فقط عني انه استطيع الوصول اله خليت اسم المستخدم وخليت كلمة المرور هنا وهنا تذكرني هاي رح يحفظ لك اسم المستخدم وكلمة المرور اذا كان هذا هو حاسبتك او الفون مالتك موبايل مالتك طبعا عني كل الفيديوهات هذي الجديدة رح تكون على الكمبيوتر انه شون تستخدم هذي الصفحة الشخصية على الكمبيوتر وان شاء الله رح تسبق يعني رح تلحقها فيديوهات اخرى شون تعلمك اذا تريد تستخدمها على الموبايل بانه تعالى خليت اني تشوفون اسم المستخدم وخليت كلمة المرور رح انطي تسجيل الدخول رح يسوي تسجيل الدخول اليه دخلت هاي الواجهة الرئيسية مالتي طبعا انا حتى افهمها بصورة جيد صحيحة رح اقسمها لعدة ازا هذي هي لوحة التحكم مالتي بيها الصفحة الرئيسية بيها الدرجات بيها المحابرات بيها التبليغات اوكي كل ذني بيها بيها النماذج بيها قائمة الامتحانات بيها نتائج الامتحانات بيها الوارد بيها الصادر بكل واحدة من ذني رح يكون لنا فيديو ان شاء الله خاص بيها خلي نرجع للصفحة الرئيسية مالتي هذي لوحة التحكم اذا ما تريد هتريد تخفيها سويها صغيرا على شكل قائمة من خلال ذني النقاط الثلاثة تقدر تفتحها وتقدر شنوه تغلقها واضح زين هذي اهنانة هو اسم المستخدم مالتي طبعا هنا هذا الاسم مالتي تجريبي انت الكود مالتيك رح يطلع اهنانة اللي هو الكود الرئيسي مالتيك من الممكن ان تضغط عليه رح تطلع لك نافذة تستطيع من خلالها انه تغير كلمة المرور شو رح تغير كلمة المرور تخلي كلمة المرور القديمة وتكتب كلمة المرور الجديدة وتعيد تكرار كلمة المرور الجديدة حتى تأكدها واضح وتنطي تغير رح تتغير كلمة المرور اللي موجودة عندك مفهوم يعني هسة انه انا اقدر اغير كلمة المرور مالتي من خلال هاي النافذة اللي دي شوفوها امانكم. نزيل. نطيت الرجوع. اكو عندي هنا تسجيل الخروج. طبعا هذا كلش مهم. بعد انه خلصت من الصفحة. كملت كل شي. احنا دائما ما ننصح انه تروح تغلق المتصفح بصورة مباشرة منا. لا. انت لازم شي تسوي. تنطي تسجيل خروج. اوكي? تطلع تسجيل خروج. حتى تحافظ على امان الصفحة مالتك. بصورة خاصة. وتحافظن على لامان النظام وبصورة عامة. واضح حتى ترجع ملفاتك ايضا كل شيء بمكانه. بالمكان المخصص اليك. بالنظام. فهذه تسجيل الخروج. شبقى عندي? بقى عندي درجات من الممكن ان توصل للدرجات مالتك. من هنا. طبعا هو اكو نافذة كاملة من هنا. انه سكشين كامل وان شاء الله رح نشرح لكم اياه. فايضا تقدر توصل لها من هنا. تشوف كل درجاتك اللي موجودة هنانا. واضح? كل درجاتك. تضمن نوع الامتحان. الشهر. تاريخ الامتحان. الدرجة شوقته? ايش قد اخذت? ملاحظة. لاستاذ منه. وتقدر ايضا تسوي شنوة? بحث. عن طريق اسم الامتحان. عن طريق تاريخه. اوكي? تقدر تسوي بحث كامل يطلع لك كل اللي تريده. نرجع الصحة الرئيسية منها. زين. شو بقى عندي? بقى عندي معلومات اضافية. طبعا هذا هو شنوة? المبلغ المتبقي. كل الحسابات مالتك هتلاقيها اهنانة. اقصاتك. ايش قد تطلب? ايش قد مطلوب? كل دني الامور. تقدر تجدهن اهنانة. طبعا انا من خلال المعلومات الاضافية اقدر اروح اشوف هنا المدينة الدائنة التاريخ. ان كل هن نشوف هن. واضح? كل المعلومات مالتك رقم القصود. يعني رقم السك اللي جبتها ورقم الوصل اللي سلمت بيه. اللي سلمت بيه. تاريخه شوكيت. كل دني الامور انت تقدر انه توصل الهن. مثل ما ده تشوف امامك. اوكي? وتقدر تسوي شنوة? بحث ايضا. تقدر تسوي بحث. نفس الوقت تقدر تسوي تصدير انه الصدر. راح تقول لي فني انا اكو تصدير اقول لك ايه? اكو واحدة تصدير الى بي دي اف. وكو واحدة تصدير الى شنوة? الى مايكروسوفت اكسر. طبعا هو هنا كوشي ما راح يصدر عندي. ليش? انه هذي فارغات. فان راح يصير تصدير. يعني انا بعد ما مدخل اقصاد. فما راح يصير تصدير. انا اللي اريدكم تعرفوا انه من خلال هاي النافذة راح توصل الى كل الحسابات ما تكبل كله. الحسابات المالية طبعا. من الصفحة الرئيسية راح ارجع. هنا هنا التبليغات. طبعا التبليغات كل التبليغات اللي تجيك عن طريق ادارة الكلية. ادارة القسم مالتك. ادارة الجامعة. او عن طريق الاستاذ مالتك نفسيته. انا ما راح اتدخل بيها بالتفاصيل. لان الها سكشن كامل. هنا احنا راح نشرحها في فيديو كامل. شون تتعامل بيها هاي التبليغات? وشون اه تفتحها شون اصدرها الى اخره. طبعا هنا عندي ايضا عرب جميع التبليغات من الممكن انه اضغط عليه. راح يطلع لكل التبليغات ماتين اللي موجودة هنا. مثل ما قلنا هنا اكو سكشن كامل وطبعا وداني الى. هذا احنا مخلي له فيديو كامل ان شاء الله شون نتعامل معه. راح ارجع. اخر شي موجود هنا هو الجدول. الجدول هنا مثل ما تشوفون هو جدول الدروس مالتك. طبعا هنا هذا الجدول راح تقول لي مين اجي? اقول له اعتمادا على الكود مالتك. اللي مربوط بالمرحلة مالتك. وبالقسم مالتك. وبالدراسة صباحي لو مسائي. وبالكلية مالتك. راح يطلع لك هذا الجدول اللي تشوفه امامك. شي يحتوي هذا الجدول? اسم المادة واسم القاعة والوقت من يللي وين? الى اخر. وهل هو مختبر او ثيوري نظري الى اخره من الامور. طبعا هذا موزع على يام الاسبوع وعلى الاوقات اللي موجودة عندي. هذا اخواني كل ما موجود وين موجود هنا بالصفحة الرئيسية لنظام ادارة معلومات الطلبة. اللي هنا راح انهي الفيديو ماتي وان شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نناقش واحدة واحدة باني بابنه تعالى. شكرا لكم شكرا لازغاكم وان شاء الله راح نلتقي بفيديوهات لاحقة بابنه تعالى. شكرا جزيلا. se puede volvrn. شكرا سلام